هل تحب أن تكون أسرة سعيدة؟ هل تودين أن تضلل السعادة بيت الزوجية؟ إن أردت ما ذلك فعليكما بتحقيق مقومات السعادة الزوجية ومنها حسن اختيار شريك الحياة وتحري توافر الصفات الجميلة فيه كالتعامل بالمودة والرحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ومنها التفاهم والتعاون فيكون الزوج متسامحا والزوجة مطيعة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ومنها الواقعية في المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات فيؤدي كل طرف ما عليه من الحقوق وافية ويتسامح في المطالبة بحقوقه ومنها الوفاء بين الزوجين والحذر من إقامة صداقات أو علاقات محرمة قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخبات أخدان قال ابن عباس المسافحات هن الزوان المعالنات ومتخبات أخدان يعني أخ الله ومنها إكرام كل طرف أهل الطرف الآخر فمن احترام الزوج احترام أهله ومن إكرام الزوجة إكرام أهلها ومنها التعاون في تربية الأولاد فإنها مسؤولية مشتركة بين الوالدين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم ومنها التعاون في حل المشكلات بالحكمة والتروي وإرادة الإصلاح فإن عجز عن حلها فليدخل أهل الصلاح من أهلهما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا